السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد مسلحي في الأتانية البطنطة بإذن الله النهاردة هنتكلم على المحاضرة الثالثة في النايكرو بيولوشي تمام؟ يعني اللوان البكتيريا ايه؟ هي البكتيريا الجيناتك يعني علم الجينات في البكتيريا تنام هنتناول فيها النهاردة حاجة طبعا نحن نشرح من الصبورة بناء على رخبطكم وعلى كده نرجع نقرأ من البيدي اف ما نشرحش على البيدي اف تمام قال لك اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو الجينوم هنتكلم عليها عن الجينوم تعال نقسم كده كلمة قال لك جينوم الجين ده ايه؟ DE عبارة عن قطعة من الDN عبارة عن قطعة عبارة عن قطعة من الDN قطعة من الDN طب drugna ده ايه؟ قال لك هو المادة الورصية الدN ده بتاعك مادة الورصة اللي شايل معلوماتك الورصية طب لو انا خدت منه حتة يبقى أنا كده خدت صفى ورصي زي مثلا جين زي مثلا جين لون العين زي مثلا جين البش طب احنا هنا بنتكلم في بكتيريا احنا هنا بنتكلم في بكتيريا يبقى نتكلم مثلا عن الجين المسؤول عن تكوين الاسبور عن الجين مثلا المسؤول عن الفرز السم عن الجين مثلا المسبب للمرض عن الجين المكون للكافسول طب تمام طب لو انا عايز بقى الجينات كلها على بعض عايز الجينات كلها على بعض كلها على بعض دي بسميها ايه بسميها اوم اوم دي يعني مجموعة فتبقى كلمة جينوم يعني المجموعة الوراثية للجينات في الكائن الحي نقرأ كده مع بعض التعريف نلاقي التعريف سهل خالص الجينوم هو المجموعة الكاملة للمعلومات الجينية بتاعت الوراثة الموجودة في أن أورجانيزم أورجانيزم دي يعني كائن حي تمام يا معلم؟ تمام نخش كده مع بعض على حاجة كنا اخذناها في الفيديو الأولاني البرو كاريوتيك جينو احنا اتفقنا مع بعض ان الكائن أول النواة برو يعني أولي يبقى هو عنده نسخة واحدة في المقارنة اللي احنا عدنا عشر دايش رحناها وسبتناها تلاقيك فاكرة دلوقتي وحافظها يعني نسخة واحدة وواحد ده قلنا يعني هابلويد أما ليه اتنين كانت يعني ايه اتنين كانت يعني ضيب قالك وديه ان ايه كان دائري اتفقنا مع بعض اتفقنا مع بعض ان فيه دي ان ايه موجود فيه الكروموسوم الدائري وفيه صفات وراسية موجودة خارج الكروموسوم خارج يعني اكسترا خارج يعني اكسترا دي يعني خارج قال لك خارج الكروموسوم في مادة وراثية أخرى أه اسمها إيه قال لك اسمها اللي هي دي الصغيرة ده بلازميد قال لك غالبا أصغر حجما من الكروموسوم قال بلازميد تمام تمام هو ده اللي هو عايز يقول لك هنا قال لك أن البروكريوتك جينوم في سينجل كوبي يعني نسخة واحدة اسمها بلويت سيركيلر دي اني ملوكيول دي اني دائري جزء دي اني دائري خلاص سهلة دي عارفينها يا داي اتفاجنا مع بعض أني في اكسترا كروموسوم خارج الكروموسوم في جزئيات من الدين ايه موجودة فيه موجودة في كسير من البكتيريا الميني بكتيريا الح studied بمكن تجي امس كيو اسمها ايه اسمها بلازميد اسمها بلازميد تمام تمام بقى موجودة في كسير من البكترية افا بلازميد المقارنة دي سهلة اه سهلة وحفظناها ان الكائنات أوليات النواة لسمناه أوليات النواة لأن لأن النواة بتاعها محوالها تارتعم مش موجود رشاء نووي. تمام? اما فيه. اتفقنا مع بعض الكروموسوم بتاعها نسخة واحدة. اه اما في حقيقات النواة كان نسخة ايه? قلت لك ان اول النواة بيحب الاركام الفردية لو انت فاكر قلت لك حتى الريبوسوم بتاعها سبعين اس. اما حقيقات النواة تحب الاركام الزوجية فالريبوسوم بتاعها تمانين اس. اتفقنا مع بعض ان شكل هنا ايه دائري? اما الشكل الدي ان ايه في حقيقات النواة نخطي لو عامل الشكل ده. الرسمة اللي انت عارفها كده نرسمها في سانوي. كان هنا السنترومير. كان نسختها. وكان خطي. طب في بلازميدات في حقيقات النواة. قال لك لا لا ما فيش بلازميدات في حقيقات النواة. البلازميدات دي بتاعت البكتيريا. احفظها ازاي عشان ما انسهاش تول حياتي. بي 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 بي. بلازميد موجود في البكتيريا بيبقى بريزنت. اما في اليو كاريوتيك ابسنت. تمام? عشان برضو ما تنساش. لو انت نسيت المحاضرة دي تبقى اللسكيمة في دماغك ما تنساش خالص طول حياتك. خش مع بعض كده دلوقتي على تركيب الكروموسوم. قال لك تركيب الكروموسوم. وضحوا لي كده. مجهز لك الحمد لله الشر. قال لك الكروموسوم. قال لك يعني ايه كروموسوم ده? قال لك الكروموسوم هو بوليمر. بوليمر يعني ايه بوليمر دي انا مش فهم. قال لك البوليمر دي يعني جزء كبير. جزء كبير. جزء كبير من ايه? قال لك ما يعني الدي ان ايه? هو الدي ان ايه ده عبارة عن ايه? اختصار لدي اكسي رايبو نيوكليك اسد. دي اكسي يعني منقوص الاكسوجين. طب رايبو يعني نوه. رايبو يعني رايبوسومي. نيوكليك اسد يعني الحمد النووي. الحمد النووي. ايه الريبوسي سوري. اللي في سكر الريبوس. الحمد النووي منقوص الاكسوجين اللي فيه سكر الريبوز تمام تمام طب وضح لي اكتر ادي ام ادي تركيب النيوكلتيدا النيوكلتيدا عبارة عن سكر خماسي السكر ده اسمه الريبوز الانجليزي رايبوز دلوقتي زارة الكربون دي متصلة بكربونة وكربونة تمام زارة الكربون دي متصلة بكربون ربطة وربطة فضلها ربطتين واحدة هنا مع اتش واحدة مع او اتش واحدة مع او اتش احنا جينا في الدي ايه عند زارة الكربون التانية وشلنا الاو دي جينا عند زارة الكربون التانية دي وشلنا الاو فبقى منقوص اكسوجين عند زارة الكربون التانية عند زارة الكربون التانية فسمناه دي اكسي رايبوز نيوكلتيدا تمام تمام فيهمت الحتة دي افهمتها طب هو الدي ايه الدي ايه عبارة عن نيوكلتيدا واحدة ولا اكتر من نيوكلتيدا قال لك اكتر من اكتر اكتر من نيوكلتيدا طب وكروماسوم عبارة عن دي اني واحد قالك لا ده في الانسان ستة واربعين كرومصوم ستة واربعين جزء من الدين ايه في الخليه الوحدة طب في البكتيريا بتختلف من رقم من رقم لرقم تمام تمام احنا كده لو جينا نعرف الكرومصوم هنلاقي ان الكرومصوم هو عبارة عن بوليمر بوليمر من مين يعني ارسك الحمض النوي الريبوزي منقوس الاكسوجين قالك طب البوليمر ده مكون من ايه بقاه قالك الدين ايه مكون من نيوكلتيدات. طب النيوكلتيدة دي راح نشوف شكلها. قال لك النيوكلتيدة مكونة من واحد اللي هو السكر الخماسي. بساعدة عشان ما يخش كلام في بعضه. مكونة رقم واحد ده السكر الخماسي. خماس زرات الكربون. تمام? بيسموها بنتوس. تمام? ممكن برضو تجي لك ام سي فيوز حتة زيادة. بنتوس. سكر الخماسي ده اسمه بنتوس. هتلاقيه خطها في البيو. تمام. اه متصل عند زرة الكربون الاولى. عند زرة الكربون الاولى بقاعدة نيتروجينية. وعند زرة الكربون الخمسة بمجموعة فوسفات. وعند زرة الكربون الخمسة بمجموعة فوسفات. ونوع الربطتين تساهميتين. اسمها كوفيلانت. تمام? دي نوع الربط اللي ما به. طب القاعدة النيتروجينية بقى. عشان الكلام يخش في بعضه. القاعدة النيتروجينية. القاعدة النيتروجينية دي ممكن تكون زاتة حلقة واحدة. فبسميها بيوريدين. بسميها بيوريدينز. تمام? ممكن تبقى زاتة حلقتين فسميها بيورينز. ايه بقى زات حلقتين وزات حلقة واحدة دي فهمني? بص يا ملا. ادي الصورة ايه? ادي البيورينز. يعني ايه زات حلقتين? انت لو بصيت كنت انت خدت كده في تلت سنوي كده 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 كنت خدت ان دي حلقة بنزين طبعا يا معاكة شوية. دي حلقة بنزين صح? المركب ده في حلقة. بس هي مش حلقة بنزين. هي قاعد هي فيها نيتروجين. فهي ادي حلقة ودي حلقة. كده دول ايه حلقتين? اللي فيها حلقتين بيسميهم بيورينز. ادي حلقة ودي حلقة. اما اللي فيهم حلقة واحدة. اما اللي فيهم حلقة واحدة. حلقة واحدة بس. معكب حلقي على شكل حلقة. فده بس سميه بيريميدين. طب انا عايز احفظهم وما انساهمش. احفظ الاسكندي معي اتنين جيجا. اتنين جيجا اتنين جيجا دول اللي زات الحلقتين اتنين يبقى جوانين وادنين جوانين وادنين اسمهم اتنين جيجا دول البيورينز زات الحلقتين بيو بيو يعني زات الحلقتين طب البرميدين البيرميدين بتجمحهم كلمة تك عارف بس كوت تك او تجمحهم كلمة قط يقطع يبقى تك او قط دول هم البرميدين زات الحلقة الواحدة طبام طبام يبقى ديب حفاظها باتنين جيجا ودي بحفظها بتوك او قط ليقطع او بسكوت التوك تمام وعشان ما انسهاش فمسلسل طبعا فمسلسل مشهور اليومين دول اسمه تدلسو يبقى الصايمين بيريمدين الصايمين بيريمدين تمام تمام مش تنساته العمر معلومة برضو اضافية الصايمين بيبقى موجود في الدي ايه بس الصايمين ده موجود في الدي ايه بس تدلسو اما اليوراسيل بيبقى موجود في ال ايه بس تمام تمام اما الخمسة الباقيين دول التلسة عاصين الباقيين دول ادينين جوانين سيتوزين دول موجودين في كله وب في ال ايه وفي ال ايه بس كده خلاص كده الحتة دي بقت واضحة قدامي بقى الكده الهيكل قدامي بقاه مكون من شجر دي اوكسي رايبوز يعني يعني وايه دي اوكسي رايبوز يعني سكر سكر خماسي اسمه الريبوس ومنقوص عند زارة الكربوني التانية زارة اكسوجين منقوص يعني D D يعني ناقص و اكسي عشان هو اكسوجين تفاقنا مع بعض القواعد النيتروجين بيس القواعد النيتروجينية في منها بيورينز ذات حلقتين الادينين والجوانين اثنين جيجا خلاص بقى الكلام مقرر وانت حفظته بقى اما البيريميدين وانت لك تدلس وتمكاتبها كده ال D ال D ترمان تعريق جبت ال T تمكاتب تك اللي هي السايمين اليوراسيل السايتوزين او ممكن تكتبها قط برحتك تكتب او قط اللي تحب وشو بتحب الباسكوت ده ولا بتحب القط وخلاص تمام كده وطبعا التالت مكون معنا هو الفوسفات جروب مجموعة الفوسفات دي شرحناها في الرسمة متصل عن زارة الكربون الخامسة ونوع الربطة تساهمية وطبعا ده الهيكل الهيكل بتاع ال D تمام جزء التاني من المحاطرة وده برضو انا مجمعه لك كده قبل ما نشو هنخش على العملية اسمها الجين ترانسفير يعني ايه ترانسفير ما نعرف جين طب يعني ايه بقى ترانسفير ذات نفسه ده بقى قالك الترانسفير ده يعني نقل ترانسفير ده يعني ايه يعني نقل بنقل ايه يعني قالك هنقل جين هنقل جين يبقى الجين ده مش هي المعلومة مراسية يبقى هنقل معلومة مراسية طب انا هنقلها منين? هنقلها من بكتريا البكتريا اشان احنا هنا قاعدين بنتكلم في المايكروبيلش يعني في علم البكتريا طب تمام طب النقل ده هل هو يعني ايه عمودي يعني نقلته من اب لابنه يعني من كبير للصغير لحد في يعني في الناس اللي بتاعه يعني بكتريا تقاصرت ودت بكتريا الابنة بيسموها الابنة دي بروجيني تمام? بروجيني بروجيني دي يعني الابنة والخلية كبيرة اسمها الخلية الام اسمها الماظرسل خلية الام اسمها الماظرسل دي الخلية كبيرة اما الخلية الناتجة اسمها البروجيني سمها الابنة تم تم انا لو نقلتها كده يبقى انا كده شغال في البرتكال يبقى انا كده شغال ايه في البرتكال طب انا بقى يا سيدي ام تنقلها من بكتريا لبكتريا تانية نقلتها من بكتيريا لبكتيريا تانية العملية دي اسمها ايه اسمها هوريزونتال هوريزونتال افقي كان نقلتها للقصادي كان نقلتها ليه اللي جنبي تمام اللي جنبي ده انا معرفوش تمام مش من الناس اللي بتاعي ده هو الهوريزونتال طب ده كم نوع قالك عندنا تلات عمليات انا بعمل لك سكيما كده بجمع لك الدنيا في دماغك وبعد كده اروح اشرحولك بالتفصيل قالك لو هو هوريزونتال انا نقلتها لحد ما عرفوش بنقلو عن تلك تلات عمليات اتنين تي واحدة سي اتنين تي واحدة سي اول عملية اسمها ترانس داكشن ودي لها عمليتين لها نوعين واحد اس واحد جي وحفهم لك كل كلمة دلوقتي عملية تانية اسمها ترانس فورميشن عملية تلتة اسمها كونجيوجيشن يبقى انت كده تعرف تجمع في دماغك ايه هو الجين ترانس فير اه الجين ترانس فير انا نقلت جين طب الجين دا نقلته منين اما نقلته عن طريق كروموسوم اما نقلته عن طريق بلازميد هم دول اللي شايلين المعلومات الوراسية بلازميد دا اكسترا كروموسوم والكروموسوم دا موجود الجين ترانس فير دا ممكن انقله الى الناس لبتاعي الى الناس لبتاعي فيبقى اسمه ممكن انقله لحد ما عرفوش فيبقى اسمه هوريزونتال هوريزونتال مقسم لتلات عمليات عملية اسمها Transduction ودي ليها نوعين عملية اسمها Transformation عملية اسمها Conjugation كده انت جمعت الشكل في دماغك نمسح بقى الكلام اللي احنا عرسمناه ده بوزنا شكل المخطط تمام تاخد الاسكرينة دي تكتبها في دماغك كده هتخلص كذا سلايد دلوقتي نشرح بقى بعضهم Gene Transfer قالك هو Process of moving a piece of DN بنق الجزء من ال DN هو الدين ايه ده موجود فين قالك اما كروموسومل او موجود فيه البلازميد بنقلها من ايه من خلية لاخرى خلاص الكلام سهل في دماغك سهل باذن الله قالك عندنا نوعين عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها حاجة اسمها تقريبا يعني من الفرد الابوي بنقلها الى البروجيني البروجيني ده يعني ايه يعني الطفل اسمي الطفل اللي هو الجنين اللي هيطلع عشان تثبت في دماغه تمام أما للهوريزونتل الهوريزونتل هو ترانسفير أفجيناتك ماتيريا نقلت مادة وراصية إلى كائن حي آخر مش من الناس اللي بتاعي ما عرفوش نقلته لحد ما عرفوش مش قريبي ما يخصنيش تمام ده اسمه ايه ده اسمه هوريزونتل تمام خش كده مع بعض دلوقتي على الطيب بتاع الهوريزونتل قال لك عندنا ودي السي عندنا اتنين تي بتبقى عن طريق بكتيريوفاكولي ده هتفهموا دلوقتي أنا بديك إجمال وهديك التفصيل دلوقتي دي اللي عملية الاحتضان يسموها احتضان خلية وخلية خلية عندها بيسموها الخلية الزكر الخلية الزكر دي بتكون نوع من البلاي اسمه ايه؟ اسمه سيكس بلاس اسمه سيكس بلاس ده اسمها قناة اكتران ده اسمها ايف؟ قناة اكتران بتنقل لخلية ما فعش البلازميل ده بتقوم رائحة عن طريق قناة الاحتضان عن طريق القناة ده л거ز اسمها السيكس بلاس اسمها السيكس بلاس نقلالاله همدي دا وراسي نقلاله همدي دا وراسي عملة زي ايه؟ كيانت جب تت عربية وادا عربية قصدة تانية وقمت حاطت ما بينهم حاجة بتنقل سيسقالة كده وقمت منزل عليها كأنك نقلت لها شوية رامل وقمت جايب سقالة وحدف لها شوية رامل هي البكتيريا دي بقى جابت القناة الاكتران دي وقامت حدفلها شوية جينات وقامت حدفلها ايه شوية جينات فبقى انا عندي الجين وانت بقى عندك الجين طب انا كنت عارفك انت كنت من الناس لي لا انت مكتش من الناس لي تمام يبقى ده نوع النقل ايه نوع النقل هوريزونتل نرى كده مع بعض هتلاقيك كلام سالي خالص قالك هو فورم اوف جين ترانسفير هو نوع من جين ترانسفير الخلية دول بيقربوا البعض ادي خلية ودي خلية خلية قربوا البعض من الخلية الى خلية اخرى من خلية المتبرعة دونر دي الخلية اتبرعت الى خلية اخرى ما كانش معاها اسمها الريسيبيانت يعني المستقبل طب هي محتاجة ايه محتاجة اف بلازميد لازم يكون فيها حاجة اف بلازميد هي من دي الخلية الدونر الخلية الدونر لازم يكون فيها الاف بلازميد عشان تنقله الخلية اخرى which includes for اف بالله ده البلازميد ده هو المسؤول عن تكوين قناة الاقتران دي يبقى اللي عنده الاف بلازميد ده هو اللي هيكون قناة الاقتران كلام واضح في دماغ انا بيزن الله طب الكلام ده بيحصل في انه نوع من البكتيريا بيحصل في الجرام نيجاتيب بكتيريا الجرام نيجاتيب بكتيريا دي اللي هي كان جدارها رفيع كان سن تمام كان اللي بيبتيدو جلايكام بتاعها كان قليل اتمنى ان انت تكون بتراجع معايا المايكرو باستمرار وما بتنساش لو بتنسى ممكن تسمع الفيديوات تانية او بتشوف الوراء تمام الوراء هتلاقيه طبعا في مكتبة الفجر بينزلك المحاضرات بتاعت الكلية بدنا بشرح منها الحمد لله تمام نبقى كده اهو الخالية دونر كونت البلس تمام وحصل انتقال لي ار جزء بتاع الدين طبعا الخالية دي كان عندها ايه كان عندها اف بلازميد اه كنتبه لك اف بلازميد بس كده يا سيدي اه بس كده يا سيدي نخش مع بعض دلوقتي على النوع التاني انا كنت قلتلك ان في تي بتطلع حاكتين كان في تي كده بتطلع حاكتين واحدة جي واحدة اس واحدة جي واحدة اس ايه بقى الموضوع ده هي دي العمليات بتاعت الترانس داكشن طب يعني ايه ترانس داكشن هو الترانس داكشن ده نوع من الجين ترانس فيه شكل من اشكال نقل الجينات تمام طب نوع ايه نوع هوريزونت نوع هوريزونت تمام بيحصل عن طريق مين بيحصل عن طريق حاجة اسمها بكتيريوفاج يعني ايه بكتيريوفاج كلية كتبقى لك فيروس هو فيروس فيروس يعضي ويصيب الخلية البكترية ازاي قالك الفيروس ده لمزاجين الفيروس ده لمزاجين يقولك كأنك رايح مطع انت رايح مطع فهو الده كلمينيو بتاعه فانت هتطلب حاجة تمام هتطلب قدامك كلمينيو هتقوم طالب طالب لك حاجة تمام تمام ده نوع اسمه ايه ده اسمه ده نوع اسمه جنراليست تمام يبقى انت كده رحت هو الده كلمينيو كله وانت قومت منقلك حاجة او منقلك حاجتين ثلاثة تمام تمام برحتك طب انت بقى شخص تاني رايح مطعم معين وعايز تطلب اكلة معينة رايح مطعم معين وعايز تطلب اكلة معينة انا داخل وهختار تشيكن بار بي كيوب بالذات لا اتهاش همشي وداخل عشان حاجة معينة بس وهقعد كده شوية اخد اللي انا عايزه وقوم ماشي لو انت داخل تاخد اللي انت عايزه وتقوم ماشي يبقى انت كده انه نوعي يبقى انت كده متخصص دي كده ايه دي كده ايه متخصص طب بيديني مثال تاني انت واحد صاح النهاردة الصبح وتراكم عليك مذاكرة ومش عارف هتذاكر ايه فعبت كده ما هتذاكر مايكرو وخلاص طب واحد ده كده اسمه ايه ده كده اسمه جنرالايز طب واحد تاني من بالليل قال لك ان شاء الله بكرة الصبح حاس هذكر مايكرو هي هو هذكر مايكرو بس حتى لو وراه حاجات كتير اللي مخصص وعايز ده ده اسمه ايه ده اسمه اسمه طب تعالى بقى نطبق الكلام ده على قال لك زي اللي راح المطعم كده خطوا قدام منيو طلب اي حاجة خلاص قال لك قد الفيروس بخل المطعم بس المطعم هنا البكتيريا دخل البكتيريا وتضعف جواها طبعا الفيروس بيخش كده بيمر بتمام مراحل انا مش عايز اتعبك فيهم بس افاهمك يعني هو اول حاجة بيعمل بيلتسك بالخلية وعلي كده يعمل تمام بعد كده بيعمل حاجة بحرف اليو بعد كده بيعمل حاجة اسمها حاجة بحرف ايه انا مش هايز اتاsey جيلك بالاسماء عشان ما تتعبكش المرحلة الخامسة بقى ده المرحلة الخامسة ده اسمها يعني ايه بيقوم جمع نفسه بيقوم جمع نفسه بيقوم جمع نفسه ويستعين بالDN البكتيري ويكون بروتين لنفسه عشان يعمل عملية RR هيخرج بقى مش هو دخل عمل أتزور بشان جلزة كده على البكتيريا وعمل بنتريشن اختراقها وبعد كده جمع نفسه اللي هي عملية الأسيمبلي بعد كده عايز يخرج صح؟ وهو بيجمع نفسه في عملية الأسيمبلي دي بيجمع DNA بكتيري بيجمع DNA بكتيري تمام؟ تمام ويقوم خارج رايح لبكتيريا تانية ميديها الـ DNA ده ويقوم خارج رايح ميدي للبكتيريا الـ DNA ده العملية دي اسمها ايه؟ العملية دي اسمها يبقى الجين ترانسفير حصل هنا ازاي؟ هو خد الـ DNA بتاع بكتيريا وام رايح ميديه البكتيريا تانية وام رايح ميديه البكتيريا تانية طب احنا ليه سمناه بكتيريوفير ليه سمناه بيدر البكتيريا ليه سمناه لاقمات البكتيريا يعني بيعمل عمل البكتيريا قال لك اصلاح حبيبي هو لما ياخد الـ DNA بتاعها البكتيريا دي هيعمل تحلل الخلية هيعمل هيعمل تحلل الخلية تمام تمام يبقى هيكسر البكتيريا وحللها يبقى كده ضر البكتيريا يعني هو خد صفات من بكتيريا بس تدمرها بس عملها ايه عملها تدمير فسموه بكتيريوفاد لوكمات البكتيريا وهو عشان نقل جين من بكتيريا وهيروح يديه البكتيريا تانية سموا العملية دي ترانس داكشن وسموها جين ترانس فير اتمنى تكون فاهمها تكون فاهمها ان شاء الله ادي البكتيريا هي جات عملت ادزوربشن الصورة ايه جا عمل ادزوربشن ثانية الا انا بس انجي جا عمل ادزوربشن بعد كده دخل دي كده سميه بنتريشن لما بدأ يدخل بدأ يتقاصر جواها ويعمل ريبليكيشن وبدأ يجمع من الدين ايه البكتيري طب الدين ايه ده جمعه ازاي بالتكسير الدين ايه اللي كان دائري اللي كان دائري اقول اللي هو كان بنفسي جده اتقصر والفيروس جمعه عشان يكون نسخة جديدة ليه بعملية اسمها اسيمبلي بدأ يجمع نفسه ويخرج الخارية عن طريق بيتتفجر الخالية البكتيرية يتحرر منها البكتيريوفاك ده تمام انا عرف ان الكلام يبان تيقل شوية عليك بس ان شاء الله تكون في انتها حاولت اوضحها لك على الاد مقدر اتفانى مع بعض ان الفيروس ده هو بعد ما خرج من خالية بكتيرية راح لبكتيريا تانية وهيعمل فيها نفس العملية او ينقل لها الجين تمام تمام نخلش بقى دلوقتي كده على الاسبشالايز الاسبشالايز ده راح عمل ايه ده رايح لبكتيريا معينة عشان ياخد صفة معينة تمام تمام وبيقعد شوية ايه ده كده انت رايح كأنك رايح مطعم غالي تمام رايح كده تقعد شوية ومش عارف ايه والكلام من ده لحد ما يستجيب لك تقوم ضرور بيقضح بقى كده بيحصل ازاي بيحصل لو البكتيريوفاك يعني حط نفسه في الدين ايه عند في منطقة معينة ده اللي خلاها عشان هو حط نفسه في منطقة معينة تمام تمام قال لك لما الانتجريتد فاك الفاك ده بس سميه لانه داخل عايز حاجة معينة داخل محدد هو عايز يعمل ايه ايه اللي بيحصل ده بيقعد هادي بيقعد هادي 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 كده حد ما يجيله للزبون حد اصد ما يجيله للجرسون اول ما يتنشط المستقبلة اللي هي اليومية وسيلاً وامي ادهول ها تبام يا عم، تمام العملية دي اسمها ايه اسمها اسمهاiamaaSداكشن اسمها ترانسضاكشنًا μα تحاولش تترجمها هي تتعمل كده ترانساضاكشن بتاع البكتريوفاك ترانسداخشن اديه مع البيم اديه مع البيق اديه اخت البيق ترانسداخشن مع البكتريوفاك ليه مرحلتين واحدة جنرالايز وحده آآ واحدة بيفجر البكتيريا وهو داخل يفجر كله وبتتحرر اثناء عملية اسمه أما هنا لما يحصل له لقى الغرض اللي هو عايزه هيستقصل وهيخرج يروح لخالية تانية يديها الصفات دي يعني ايه الترانسفورميشن الترانسفورميشن يعني ظاهرة التحول تحول برضو تمام هو بنقل بنق الجين بس الجين المرة دي بيبقى بيورورنيكت دي اني دي اني ايه تقطع من خلية الى اخرى الخلية الاولانية دي لسمانها بيورورنيكت دي اني ايه لان البكتيريا دي بتتحلل تتحلل انفجرت الخلية البكتيريا لما انفجرت لوحدها مش من خلال فيروس هي انفجرت لوحدها تحرر منها دي اني تحرر منها دي اني خرج من البكتيريا راح لبكتيريا تانية بص بقى دلوقتي دي ان ايه بتاعي زائد دي ان ايه غريب هيتحدوا ازاي هيتحدوا عن طريق حاجة اسمها ريكمبنيشن يعني ايه ريكمبنيشن دي يعني اعادة الاتحاد دي ان ايه معادة الاتحاد كنا اخدناها في سنة ودي يعني ايه بحط دي ان ايه لخلية مع دي ان ايه لخلية اخرى مختلف عنها خالص كي انك جبت بكتيريا مثلا وحطت لها دي ان ايه بتاعها بكتيريا اسمها التيبي مسح او استفلو كوكاي تمام العمالية دي لازم يحصل مع ايه لازم يحصل معها ريكمبنيشن اعادة الاتحاد يبقى هو ترانسفيل لبيورورنيكي دي ان خلاص سهلة قالك ايه اللي بيحصل لبكتيريا ذات نفسها لوحدها من غير فيروس لانها لو كانت فيروس كانت قالك من سيس دونر يعني نسخة واحدة بس ما احنا عارفين ان الدين ايه بيبقى نسختين بيبقى لو لا بمزدوج قالك لو لا بواحد بس لو لا بواحد بس هو اللي هيروح الى الخلية التانية ويتحد مع الدين ايه بتاعها تمام طب هو ليه واحد بس اللي راح اه هاديك معلومة كده اضافية ان الدين ايه لما بيجي يقتضاعف كل خلية كده بتنفصل عن الاخرى ويجي لها تامبلت جديد ويجي لها تامبلت جديد يجي لها تامبلت جديد يتحد معاه فهو واحد رايح هيقابل خلية بتتضاعف دخلت في عملية تضاعف من الدين ايه ويومش بيك معاها تمام عشان يا رب بتبقى فهم كل كلمة انا مش عايز فيه كلمة كده بتكون مش فهم اي حدا طبعا نواف عليه حاجة يتكلمني في الكومنتات ايه اهمية الجين ترانس فير ده ايه اهمية الجين ترانس فيه اللي بني درسه يعني قال لك اصل للأسف في بعض البكتيريا بتنقل الانتبيوتك ريزست يعني ايه اللي مش فاه دلوقتي فيه بلازميت البلازميت ده اسمه بلازميت يعني ريزستانت بلازميت فلالأسف بعض البكتيريا بتقوم في عملية مثلا في عملية خلية ما كانش عندها اللي بلازمين بتاع terkali تقوم الخلية مدهل تقوم خلية مدهل فكده بأندي ما كان عندي بكتيريا واحدة مقاومة بأندي بكتيريتين مقاومتين تمام فانا لازم اقوم اديها مضاد دحاية واقوة لازم اديها مضاد دحاية واقوة فلذلك البكتريات بيتغير من نفسها البكتيريا كل شوية بتغير من نفسها ليه لانها بتكتسب بسها ان صفة مقاومة طب صفة المقاومة دي جتلاها من اين جتلاها من عملية زي من عملية زي الترانسفورميشن من عملية زي الترانسدكشن يبقى انا كل شوية لازم اعمل مزرع بكتيرية عشان اشوف البكتيريا هي بقت مقاومة للمضاد الحيوي ده ولا لسه على حالها تمام بس كده يا سيدي بتنقل جينات برضو يعني مسؤولة عن الشراسة زي يمين زي انتاج السموم يعني بكتيريا كانت مسؤولة عن انتاج سم والبلاسبيني اللي كان مسؤولة عنها وبكتيريا تانية كانت قاعدة في حالها امت نقلالها صفة ورصية وبقت بتنتج هي كمان سم يدر الانسان تمام يا عم يبقى انت كده فهمنا امية الجين ترانسفورميشن اللي درسناه عشان تبقى عارف ان ما فيش بكتيريا بتفضل على حالها ممكن البكتيريا يجي لها صفة المقاومة ممكن البكتيريا يجي لها انت صفة السم فلذلك لازم اعمل موزرعة بكتيريا عشان اشوف المضاد الحقيقة ده مناسب ولا هي اكتسب ضد المقاومة تمام عشان نخلص على البكتيريا دي اهمية ان احنا اخذنا الجين ترانسفير اتمنى يعني تكون فاهم كل كلمة دلوقتي احنا هنخش على جهاز البي سي ار جهاز البي سي ار ده جهاز بسيط جدا تمام هنشرحولك دلوقتي بكل سهولة باذن الله بي سي ار يعني ايه بي سي ار يعني بوليميريز اتشين ايكشن يعني تفاعل البلمرة المتسلسل تفاعل البلمرة المتسلسل لو انت تعب تخذ نفسك وريح شوية وتعال عشان نكمل الفيديو ده ده لو انت تعبت يعني تفاعل البلمرة المتسلسل دلوقتي هو ليه سمنات طبعا تفاعل خلاص كيميا هو مش عارف ايه طب ليه سمنات سلسلة قالك ليه سمنات شين يعني قالك اصلا هي بتخش في كذا سايكل بتخش في كذا سايكل سايكل واحد واثنين وتلاتة تمام فهتحساك انها سلسلة طب وليه بولمرة قالك بولمرة لاني انا انتج ملايين من النسخ بنتج ملايين من النسخ بنتج ايه ملايين من النسخ يبقى النسخ واحدة طلعت منها ملايين طب يعني ايه فكرته برضو يعني ايه فكرته ايه اللي خلينا اطلع ملايين من النسخ يعني قالك هوضح لك ايه اللي خلينا اطلع ملايين من النسخ قالك انا دلوقتي عندي عندي ايه عايز اعرف تتابعات معينة عليه مش لازم اضعفه واطلع كزا نسخة عشان لو نسخة بازت يبقى معايا غيرها يبقى معايا غيرها وعشان استخدمها في التحاليل بعد كده في التحاليل بعد كده يبقى انا كده لازم اكون معايا نسخ خطير جدا 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 عشان الدراسات اللي انا بقعد اعملها وبشوف التابعات ومش عارف ايه فانا محتاج كزا نسخة تاني حاجة عشان استخدمها في التحاليل طب انا ازاي بقى باستخدمها في التحاليل بقى يا عم ازاي باستخدمها في التحاليل قالك بنعمل الحكاية اللي انا هقولك عليها دي دلوقتي نمسح بس بجيب ادي ان ايه البكتيل بجيب ادي ان ايه البكتيل وأم سخن وأم سخن ماذا يعدس عند تسخينة دي إن إيه قالك ينفك التفاف ده كان double stranded كان دي اس double stranded أول ما سخنه يطلع للشرطين بس single stranded single إيه stranded طب إيه اللي بيحصل يعني بعد كده طب إنت فكتهم ليه قالك أنا فكتهم عشان أجيب أنا فكتهم عشان أجيب من عندي حاجة اسمها برايمارس أجيب من عندي حاجة اسمها برايمارس عايز الرايمارس دي تلزق في الشريط المفرد عايز الرايمارس دي تلزق في الشريط المفرد طب أنا ليه عايز ألزق الرايمارس دي اللقص للرايمارس هي عبارة عن من 20 ل 30 نيوكليتيد من 20 ل 30 نيوكليتيد أنا عارف تتابعهم وعارف هم تبع بكتيرية وعارف هم تبع بكتيرية فلو هم لزقوا البرايمارس دي لزقت مع التتابع المجهول لزقوا كده بقوة يبقى هي بتاعت البكتيرية اللي أنا كنت شكك فيها طب لو ما لزقوش بقوة يبقى دي بتاعت بكتيرية مختلفة أخرى تمام طب أنا دلوقتي مش عارف أشوف التتابع ده يعني ده تتابع صغير ده بالناء بالناء من لي تقريبا ولا بالنانو أصلي سوري بالنانو تقريبا 2 من 10 نانو فعايز أضعفه لملايين من النسخ عشان أقدر أشوفه بالميكروسكوب وأقدر أشوف فأعمل إيه أعمل عملية تضعف أعمل عملية تضعف باستخدام استخدام جهاز البي سي أر طب دلوقتي أنا هاملة الفراغات دي بإيه عشان أضعف هاملة الفراغات دي بإيه هاملةها بنيوكلتدات طب النيوكلتدات دي من الإنزيم اللي بيجيبنيوكلتدات من الإنزيم اللي بيجيبنيوكلتدات قال لك الإنزيم اللي بيجيبنيوكلتدات اسمه البوليميريس اسمه انزيم البوليميريز اسمه انزيم ايه اسمه انزيم البوليميريز طب الانزيم ده بيشتغل عند درجة حرارة 75 انا كنت رفعت درجة الحرارة لحاجة وتسعية ورجعت خفطها تاني عشان الازق البرايمرز دي لحوالي 45 اعمل ايه اقوم رفع الحرارة ل75 ليه بحيث ان الاشرطة متفكش عن بعضها ولا البرايمرز وبحيث ان الانزيم بتاع التاج بوليميريز اللي بتاع جهاز البيسي ار ده يضف لنيوكلتاد تمام يبقى انا كده بمر بكم مرحلة هتلاقيك توهت مني بس باذن الله هتفهمها دلوقتي لما تيجي تقر انا مريت بمرحلة تسخين تمام بعد كده مريت بمرحلة تبريد بعد كده مريت بمرحلة تسخين عشان انزيم التاج بوليميريز طب هو انا كنت لسه خانت في الاول انا كنت سخانت في الاول عشان افصل الضابل استراندد ده اخليه سنجل استراندد وطب ليه كنت بردت بردت الحاجة اخاف عشان الالزق البرايمرز اللي هي كانت من 20 ل 30 نيوكلتاد في التتابع اللي معاي طب ليه رفعت تاني 75 رفعت ال 75 عشان انزيم التاج بوليميريز اشتغل وعشان املى الفراغات املى الفراغات بنيوكلتاد جديدة بيضيفها انزيم التاج بوليميريز عشان اكمل عشان اكمل تمام طب دلوقتي انا عشان اضيف نيوكلتادات وربطها ببعض انا محتاج طاقة الطاقة دي هجيبها من ايه هجيبها من عملة الطاقة الاتب تفاكر انت عملة الطاقة الاتب الاتب دي ببقى فيها رواب ما بين رابطة الفوسفات وربطة الفوسفات طاقة كبيرة طاقة كبيرة طب لو انا معايا سننا ما نمسى حشان انت ما تطلق بطش لو انا معايا مركب فيه تلات مجموعات فوسفات مركب فيه تلات مجموعات فوسفات ومابينهم رابطتين فوسفات هذا يساعد 1-2 الربطة الربطة دي ما بين السكر والفوسفات فده مش رابطة قوي الربطة القوية اللي تبقى بين الفوسفات والفوسفات بتطلع طاقة حوالي 7 و 3 من 10 كيلو كالوري كبيرة هاوي يعني ان tremend الطاقة عبر عبر وستحاها الجفز طلع fantast الطاقة ابن اللي هتنذأ الوكلتيد . تمام بعد ما بلزق ان يوكلدات دي عم عم مدخلهم في سايكل في سايكل في سايكل بقى عندي يعني جزيء دي ان ايه كامل وجزيء دي ان ايه كامل ادخله في سايكل في سايكل في سايكل احصل على مينين النسخ اعرف حد التتابوحة اقدر اشوفها اقدر استخدمها في البكتيريا دي عندها الجين بتاع المقاومة ولا لأ اقدر اشوف في التتابعات بتاعتها عشان تبقى عندي دراسة ان مثلا التتابعة كزا كزا هو المسؤول عن كزا لو لقيته في البكتيريا الفلانية او لقيته في البكتيريا الهلانية. يبقى دي كزا. اه. نشوف بقى مع بعض كل كلمة هتلاقيك كلام سهل خالص فيه. معك. هو هو يعني هي تقنية متقدمة. تستخدم لتكوين ملايين او عديد من النسخ من دي الجزء دي ان ايه كده واحد جبت منه. العملية دي بتمر بايه? تمر بعملية تضاعف يعني تضاعف ليه ادين بي سي ار. واكس بونشيال. سوري اكس بونشيال. يعني ايه الاكس بونشيال دي يعني متسارع. يعني تضاعف متسارع بالبي سي ار. جبت كزا 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 نسخة دخلتهم في سايكل وده اللي خلينا نسميها تشين عشان هي بتخش في كزا سايكل. طب بولي ميريز ليه بولي ميريز عشان عملية بالمرة انا كونت كزا نسخة. نشوف مع بعض المتطلبات بتاعتي. يعطي ليه كلام انت عارفوا. السامبل بتاعت الضابل العينة بتاعت البكتيريا. قالك البرايمرز. البرايمرز دي ليه المكونات الاولية. من الساقو سينجل. كان شريط واحد. ليه شريط واحد عشان يلزق مع الشريط ده او. اللي انا سخنته. يبقى لازم يكون هو شريط واحد عشان يلزق مع ده. يبقى هي تبقى سينجل سينجل دي انا من حوالي لعشرين لتلاتين نيوكلت. عايزين الدي اي بولي ميريز. اللي كان بيشتغل عنده حوالي اربعة وسببين درجة. محتاج اا دي بقى عشان تفهمها. دي عشان تفهمها لازم تشوف الحتة دي. ده ناقص مجموعة فوسفات؟ نيوكلتيدا. ناقص مجموعة فوسفات تساوي حاجة اسمها نيوكليو سايد. يعني ايه نيوكليو سايد؟ هو عبارة عن نيوكليتيدا ناقص مجموعة فوسفات. يعني انا قلت لك دلوقتي ايوكليو سايد يبقى في دماغك. يبقى في دماغك. ان ده سكر وقعدة نيتروجينية. طب لو انا قلت لك بقى نيوكليوسايد ترايفوسفيد. نيوكليوسايد ترايفوسفيد. يبقى سكر وقعدة نيتروجينية وتلات مجموعات فوسفات. طب انا ليه جايب مجموعتين فوسفات زيادة? انا عارف ان ده هي عبارة عن سكر وقعدة نيتروجينية مجموعة فوسفات. ليه جبت المجموعتين الفوسفات الزيادة دول عشان اجيب طاقة عشان اجيب طاقة طبعا انا ليس سميته نيوكليوسايد نيوكليوسايد عشان هو سكر وقاعدة نيتروجينية ترايفوسفيت تمام رب تكون فاهم كل كلمة فبسميه دي اكسي رايبونيوكليوسايد ترايفوسفيت من الفور تايبز دول يعني واحدة فيها واحدة فيها جوانين واحدة فيها ادينين واحدة فيها سايمين واحدة فيها سيتوزين تمام رب تكون فاهم كل كلمة قالك زقباب منشت ري اكشن بيحصل في سيريس وفي تشينجز من التنبريش تغيرات من درجة الحرارة بسخن وأورد وارجع سخن تاني في سير مولي سايكلر ديفايس جهاز دورات حرارية السايكل ديت تتقرر من حوالي 20 ل 25 مرة كل سايكل بيبقى فيها ايه كل سايكل عملية اسمها دي ناتيوريشن يعني ايه دي ناتيوريشن يعني افك التفاف اللولة بالمزدوة هو انيشيال هيتنج لحوالي 94 درجة دي ناتيورز الضبل ستراندد دي ان ايه فرجمنت لتو سينجل ستراندد التسخين ده بيفك الضبل ستراندد الى سينجل ستراندد نخش على المرحلة التانية يعني الانيلينج بربط يعني بربط مين بربط السنجل ستراند بحاجة اسمها برايمارز بربط السنجل ستراند دي بحاجة اسمها البرايمارز وهي تبريد انتقالي يعني خفطت درجة حرار كده فترة معينة من حوالي 45 ل 60 تسمح البرايمارز البرايمارز اللي هي 20-30 يوكلتين تبعي انا عارف تتبعهم سمعت لهم انهم يرتبطوا بي الكمبيلمنتري سايت القواعد المتكملة على السمبل العينة بتاعت الدين عينة البكتيريا اللي انا رايح افحصها بعد كده بعد ما انا عملت فكت الالتفاف وعملت عملية الانيلينج هعايز اكون الشريط كامل بقى عايز اكون الشريط اللي اقصده كامل هبقى محتاج مين هبقى محتاج سانا ما اجيب لك لون ما يدخلكش الدنيا ببعضها هبقى محتاج اضيف نيوكلتيدات من اللي بيضافها انزيم الدي ايه بوليميريز الدي ايه بوليميريز طب بيضيفهم عن طريق مين عن طريق النيوكلتيدات اللي انا مجهزها اللي فيهم ثلاث مجموعات فوسفات اللي هم دي اوكس رايبونيوكلوسايت راي فوسفات طب العملية دي بتحصل عند درجة حرارة 72 متختلف من مرجع لمرجع بس هما كان بنا عنده قوينة 72 زين بيرمتز زا دين ايه بوليميريز يحصل تضعف للدي ايه وكون كزا نسخة في حاجة مهمة بقى انزيم البلمراء يعمل في اتجاه تلاتة طبعا ند馬 ايه لو انت فكر كان من تلاتة لخمسة هو بيشتغل من اتجاه تلاتة بيبدأ من الاتجاه تلاتة تمام قال لك لما لما يعني ايه مش فاه دلوقتي انا عملت عملية التضعف تمام حط لزقت البرامرز لزقت البرامرز والجزء اللي انا كونتوا لزقت البرامرز والجزء اللي انا كونتوا على ايه? على ال دي ني البكتيري. وكذلك واحد شبهه كده. صح? صح. طب انا دلوقتي داخل في عملية سانية سوري. معني شاس اجنان اللي هزالوطل. دلوقتي ادي دي نيه ادي دي نيه. في واحد منهم بكتيري. وفي واحد منهم بتاع البرايمرز واللي انا ضيفته للكلام من ده. طب لما نيجي نخش الدورة اللي بعدها. قالك الدورة اللي بعدها كل واحد هيشتغل كقالب ويتضاف له واحد جديد ويتضاف له واحد جديد ويتضاف له واحد جديد ويتضاف له واحد جديد. تمام? يبقى اللي تكون اللي صنعه جداد ده هم اللي انا كنت صنعتهم جداد بالبرايمرز والدينيبولي مريز. لما يجي يخشوا الدورة اللي بعدهم هم هيشتغلوا كقالب. يعني تاني اهو اهو. ده اللي كانت تكون جديد صح? كان عبارة عن البكتيري والاصلي. البكتيري والبرايمرز. طب لما نيجي نشتغل على اللي بعدهم هيبع عندي البكتيري والمتصنع. هيخشوا ويعملوا كاكوالب هيشتغلوا كاكوالب يشتغل يضاف لهم الجداد هيضاف لهم الجداد. تقام? زي ان تكون الفكرة واضحة قدامك يعني. كل كلمة واضحة قدامك يا رب. ليه عملت انا البي سي ار دي يعني ليه ما عملتش مزرع بكتيرية. قالك اه طبعا دي طريقة بتحدث دي ان ايه? طبعا كل دي ان ايه الكائن لكائن بيبقى مميز عن اي كائن اخر. طب ايش معني يعني ما عملتش مزرع بكتيرية يا عام? قالك لان في بعض بكتيريا بتنمو فترة حضانتها طويلة زي التوبيركلس دي اللي بتسبب مرض السلة. بتقعد من اسبوعين لا اتنشر اسبوع يكون الراجل مات. انا عايز تعرف عندي السلة لا يا عام عشان نبدأ تدخل. فعمل جهاز البي سي ار. بعض بكتيريا صعب ان انا ازرح. ما بعرفش عام. اه سوريا قصد بعض الفيروسات ما بعرفش عمل لها مزرعة. زي مين? زي الهباطايتس بي فيروس اللي هو فيروس سبب الالتهاب الكبد الوبائي. هباطايتس بي فيروس اسمه هباطايتس بي فيروس. وهباطايتس سي فيروس اللي هو فيروس سي بتاع الكبد. والادش اي في ده فيروس. اه مناقص المناعة اللي بيرطب بعد كده الى حدوث الادز. تمام? تمام. بعمله باي? بعمله بالبي سي ار. تانيا لو انا استخدمت البي سي ار مش هعرف تتابعات هعرف البكتيريا دي عندها الجين المسؤول عن المقاومة. لا. يبقى يبقى موعمل تالت حاجة بحدد الجينات اللي بتسبب الشراسة. اجع اشوف البكتيريا ده عندها الجين المعين. وبكتيريا تانية عندهش الجين المعين ده. والبكتيريا دي بتطلع سمه. والبكتيريا ده ما بتطلعش سم. اشوف الجين المختلف في البكتيريا دي. ويبقى هو ده المسؤول عن انتاج السم. تمام? ممكن اعدله واحقنه البكتيريا تانية. او ده اللي بتنبأ لما اشوفه ان البكتيريا دي بتصنع سمه. ولأ. يبقى انا كده عملت تشخيص. عملت تحديد. عملت تحديد للمقاومة. عملت تحديد لانتاج السموم. بس كده يا سيدي اتمنى الشرح يكون عجبك. ما تنساش لعملت لايك وسبسكرايب وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.